ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده عندنا المصفة اللي تقدري تتحكمي في حجمها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الخضار او الفكهة او الموعين وطبعا المصفة دي بتكون مصنوع من الفلاز المقاوم للصدا بعد كده هنشوف عندنا منظم للأحزية والمنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الأحزية اللي عندك بطريقة منظمة ومرتابة جدا وطبعا هو بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا طبق متقسم لكذا جزء الطبق ده بيبقى فيه مصفة بيساعدك ان انت تخسلي او تصفي الخضار او الفكهة وغير كده تقدر ان انت تستخدميه كطبق تقديم وتقدمي بيه مختلف أنواع الخضار او الفكهة وهنا هنشوف مع بعض عندنا الأداة المعيارية اللي تقدر ان انت تعيري بيها كمية الدقيق او التوابل او مختلف البوكليات اللي انت عاوزة تستخدميها بالجرامات وهنا بقى هنشوف عندنا الأشريطة اللاصقة اللي تقدر ان انت من خلالها تلمي أسلاك الأجهزة الكهربائية بطريقة سهلة وشيك جدا زي ما هتشوف معايا دلوقتي كده من خلال الفيديو دلوقتي هنشوف عندنا الحلة اللي بتشتغل عن طريق الكهرباء تقدر ان انت تعملي من خلال الحلة دي أكلتين في نفس الوقت بعد كده معايا رف تثبيت او اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيها عندك على دولاب المطبخ وتنظم عليها ادوات والوازم المطبخ اللي بتكون عندك هنا عندنا منظم للميكوب المنظم ده بيجي عبارة عن 3 أدراج تقدر ان انت تنظمي بيه الميكوب او الاكسسوارات وده غير الرف الفقاني بيجي متقسم بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي من خلاله مختلف الكريمات او العطور دلوقتي هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تقفلي بيها كوابس الكهرباء لو انت عندك اطفال في البيت الكطع دي بتساعدك ان انت تأمني عليهم من الكهرباء بعد كده هنشوف عندنا منظمات للبيت تقدر ان انت تنظمي بيها البيت عندك وتنظمي جوة تلاجة او بره تلاجة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظمي عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطيع عليها الخضار والفاكهة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع اللي تعتبر مغناطيس تقدر ان انت تثبتيها على التلاجة او على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليها مختلف الادوات اللي بتبقى موجودة عندك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو تقدر ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صحب الهوى من مختلف اكاس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا وطبعا الطريقة دي بتساعدنا اننا نحافظ على مختلف الاكلات لاطور فترة ممكنة جوا التلاجة او برا التلاجة وطبعا استخدام الجهاز ده سهل جدا وبسيط وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوينتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديكي من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت هنا تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي جاية على شكل جزر وبتيجي فيها خاصية المغناطيس يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك على التلاجة وتقدر ان انت تستخدميها في افل مختلف الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اشاطة الاشاطة دي مصنوعة من السيليكون طبعا الاشاطة تزير فيعة جدا فبتساعدك ان هي تلملك كل التراب او الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات وتقدر ان انت تقشطي بيها كل المية وتنظفي بيها الميريات او الشبابيك تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم المنظم ده مصنوع من القماش تقدر ان انت تثبتيه عندك بكل سهولة في دلاب المطبخ وتنظم بيه مختلف الاكياس اللي بتكون عندك وبعد كده هنا هنشوف عندنا اكياس خاصة بالرحلات الاكياس دي تقدر ان انت تحفظ فيها المية او العصير وهي بتاخد معاك تقريبا زي 7 لتر من اي نوع سبائل انت عاوزة تحفظيها وغير كده استخدامها سهل جدا هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السيليكون اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على كرسي الحمام وهي بتساعدك ان انت ترفعيه تقفليه بكل سهولة من غير ما تضطر ان انت تمسكيه بايدكي زي ما هو واضح كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا قطعة حماية او مفتاح بيتثبت على الموتوسيكل في حيث ان محدش يقدر ان هو يحركوا او يسرقوا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت تقطعي عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت تقطعي عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة لتنظيف المواعين والاداة دي بتيجي معاها كذا قطعة عبارة عن اسفنجة وسلكة في نفس الوقت تقدر ان انت تستبدلي القطعة دي بكل سهولة وتنظفي من خلالها كل المواعين اللي بتبقى عندك وتقدر كمان ان انت تنظفي بيها الحوض او البتوجاز بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بيها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بيها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده معنا رف تسبيت او اداة تسبيت تقدر ان انت تثبتيها عندك على دلاب المطبخ وتنظمي عليها ادوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من اشكال المنظمات الجميلة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار واللي طريقة تثبتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظمي عليها العطور او الكريمات او الشامبوهات او مختلف الحاجات اللي انت تستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تثبتيها في الحمام او في المطبخ وتقدر ان انت تنظمي عليها اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنا عندنا فرشة وقشوطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاد او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر يتقشطي كل المية والصابون من خلال الاشطح اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفكهة تقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخضار او الفكهة بكل سهولة في البيت بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن 3 ادوار تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله ومختلف اسلاك الاجهزة او كل اسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة دلوقتي هنشوف عندنا منظم المنازيل ده تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصالة وتنظم عليه رمود التلفزيون او رمود المكيف دلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكسيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في قرب وقت اصدبكم في رعاية اللي